اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصلا عني جديد لحتى ركزة حياتها العيلة بدك ياني غض نظر على وجود واحد نصاب ببيتي عمر؟ ما رح يتجرى يعمل هيك مرة تانية وانتي بتعرفي لا ما بعرف ابنوب كل ما غضينا نظر وكل ما سامحنا اكتر الوضع كل ما له عم بيسوق كل مرة بيعملوا مصيبة وكل ما له عم تزيد مشاكلهم شي اللي ينالوا يقولي على جنب بس كل الباقيين ما غلطوا تعرف انه ما حدا غيري ممكن يتحمل اللي تحملته بهالفترة اي مظبوط بس بترجاكي توليب يعني من اليوم ما عديسة او مشاكل وفي حال صار اي شي فيك تجي وتحاسبيني الي لو سمحت لا تجبرني انه هلا اعطيك جواب المفروض فكر ماشي خدي وقتك خير شو عم تعملوا هون ناجي يا خانو لو سمحت بس اسمعينا نحنا اجينا لنحكي معيك عن جد اللي صار مو متل ما نك مفكرة فيكي تسألي كل اللي كانوا موجودين وهن بيشهدوا كانت حادثة والله والبابا بس عصب ودفشوا هو ما كان قصدو انه يطلب نوف خلاصنا جيتوا على بيتي لتحكوا نفس الحكي كمان لكن اللي قتلتوا بيكون جوزي يلا درب اللي سيد ما يرد ان شاء الله خالي ناجي يا اسمعي جينا لنحكي معك بخصوص التعويض هلا نحنا مستعدين نسجلك البيت باسمك اي انتي بس اسحابي الشكوى تبعك ليرجع ابونا لبيته قل الله يوفقك خالي ناجي يا المصاري صارت معي شو المحامي ما خبركم انتي عن جد عم تحكي كيف؟ أبضتي المصاري؟ ايه أبضت؟ الحساب تسكر وانا رح تسحبت الدعوة طيب ومين اللي دفع لك المصاري؟ لا تسألي المصاري صارت معي خلاص يلا يلا خلاصنا نقلع من خليتي غريبة معناها رح اتصل واسألي المحامي يلا اتصل صائم بيك؟ معك مسعودة بدي اسألك سؤال بس هلأ بتعويض ندفع عن جد؟ ايه اعرفت؟ يعني امورنا بخير؟ ام اه فهمت عليك تمام شكرا لحضرتك مزبوط طلع مدفع الحمد لله الحمد لله خلصنا من هلمسيب ايه مين دفع له المصاري؟ المحامي ما عم بيقول قال اللي دفعهم طلب انه اسمه يبقى سر ليك على هالحكي؟ مين بده يساوي هيك؟ مين بده يكون يعني؟ ممكن تكون الخانم وبتكون قايلة للمحامي لا تقللون مين؟ يي بس ليش لحتى تخبي علينا هيك شغلة؟ لانه هي بنت أصول وفهماني يعني ما بده تحسسنا بشي وتحرجنا المخلوقة عملت اللي بيطلع بإيدها مجد جاي لهون لحقوني مجد؟ خير شوفي؟ لا ولا شي لك احكي شوفي؟ لك شو بدكن كمان شوفي؟ هذا انت؟ مسعودي واخواتا شو كان بدهم منكم؟ ولا شي اجوا يعتذروا مني عالشي اللي صار واقف لحظة دقيقة جي همبادي عن طريقي خود هاي شو هاي؟ كل غراضك انا وجي هان راجعين بكرة الصباح حضيها وعم ضب غراضنا وناوي يسكر هالبيت شو هالنغم الجديدة؟ اي بيت واي ضيعة ناجية جي هان؟ صحيح اليوم شفت مجد عندك بالمكتب شو كان عم بيساوي؟ بدي شغله عارض ازياؤه عم دربه ما جد رياضي وجسمه حلو ما اقول هيك فجأتين كتير طوليب يعني اكيد مو مشان شي تاني بهالفترة حاطته تحت ايدي وعم جهزه ما لاحظت انه ما اشتكى على صالح افندي وما رفع دعوة ضده هلأ صار عائل وهدي وما عاد عم يزاجه لجوري ابدا لانه عارف انه هاي هي فرصته الاخيرة واكيد ما رح يضيعه من ايده اه خلاص بكفي عمر ما عاد بدي احكي عن هدول الناس بنوب انا بحاجة لريح راسي وحسب مو شايفي انت كمان متوتر تشين تشين مساء الخير اه طوليب خانهم موجودة يا ترى عم تتعشى بالمطعم اه يعني تتخبريني بس ترجع يعني هدول هي طلبتهم مني انا ساويت هدول التصاميم وبديكم معا لما تشوفوا رح قلع اذا وافقت بحاكيكي تمام تصبحي على خير اجيتوا شو صار معكم شو قالت الخالي نعجية خلص التعويض ندفع جوري وبابا رح يطلع عن قريب كتير كيف يعني لك طوليب خانهم هي اللي دفعته الله يوفقه طوليب خانهم مستغربة اكيد ما هيك والله كلياتنا استغربنا بس عن جت ست قصيلة جوري شو بكي ليش مو مبسوطة ايه الحمد الله الحمد الله واخيرا رح يطالعو لنا زمان ما اسمعنا خبر حلو هيك ما بعرف بشو حاسة اه اه يا بنات بلا ما نفوت كلياتنا ونعمل عجقة انتي فوتي لعنده وتشكر يا بدالنا ماشي ايه بتشكرها طبعا بس هي مو بالبيت لترجع بشوفها وانا اصلا بدي سلمها شغلوا بتشكرها بوقتها مو مشكلة يلا امشي يلا يا بنات يلا بعرف انه بابا كان كتير يوسق فيك وانا كنت يوسق فيه كان يقلي طول ما عمر جنبك بسمحلك بكل شي وما بقلك لا كانت ايام حلوة كتير طبعا بوجودك فيها بدي فوت عالحمام من زمان ما صرت وشربت لهيك بلشت دوخ ما لا مشكلة انت فيك تاخد راحتك يا دكتور بيك انا شفت عمر اليوم وين شفتي؟ اجي على المكتب حتى يشوفته لي بخانه اختي دكتور عمر اكيد اجي ليشوفك تعرفي انه هالشي صحيح ومتأكدة اول ما انا شفته ما بعرف شو صار لي وحسيت اني رح ارتمي على الارض عيوني ما عتشفت فيهم وما بتذكر كيف طلعت من المكتب وقتها ايه وما حكيته مع بعضكم بس سألني كيفك قلت له منيحة ومنها الحكي اصلا تولي بخانه كانت قاعدة يا روحي انتي بعدين وانا جاي عالبيت كمان التقيت فيه حلو انك رجعتي شفتي لك شو الحلو بيه الشي سيلين انه ما شوفه العمر صعب كتير بس شفته اصعب وقسع سكينه عم تنغز بقلبي لما بشوفه بحس بوجع كبير مشان الله لا تبكي اختي كان صار لي اسبوع مو شايفته هالاسبوع مره علي متل قلب سنة والما بتطلع بشوفه قدامي وفكر فيه كل الوقت والله صعب يا الله انت ضيخص هالوجه اختي مشان الله طولي بالك والله ما بدك لها الاد انت بتحبه بعضكم كتير انفصالكم غلط طب لما شفتي ليش ما حكيته لو حتى كلمة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة